أكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية سيد عبدالصمد عرشانة خلال اجتماع لمناصقية الحزب على مستوى جهة مراكش أسفي أنه حان الوقت لاسترجاع ثقة المواطنة المغربية في العمل السياسي من خلال خطاب واضح ومعقولة اجتماع يدخل في إيطال استعدادات بطبيعة الحل الاستحقاقات التي ستعرفها بلدنا في شهر شتنبير فهذا اللقاء سيكون فيه توجهات من المكتب السياسي والأمان العام على أساس المنسقين والمسؤولين على الصعيد الأقارم من الجهة يختارون الناس الذين يكونوا في مستوى الحادث ومستوى المسكولية التي ستقلدها من بعد التحقاقات الـ 8 فتنبير وبعد أن أعرب عن متمنياته في تحقيق الحزب نتائج مشرفة وفي مستوى التطلعات خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة اعتبر سيد عرشان أن الخطاب الصريح الذي يمس المشاكل الحقيقية للمواطنة المغربية كفيل باسترجاع ثقته في العمل السياسي هذه القفزة النوعية التي صادقت عليها انتخابات 2021 بالنسبة للوائح الجهوية للنساء فالحزب ولله الحمد داخل جهة مراكش قام بالتغطية الكاملة للوائح النسائية والشباب وركزت باقي التدخلات على أن تغيير الحكومات والمجالس المنتخبة يقع تلقائيا إذا شرك المواطنون في الانتخابات المقبلة وصوتوا بكتافة حسب قناعتهم ترجمة نانسي قنقر